أهلا بحضراتكم من جديد عند النهاردة موضوع مهم جدا متعلق بموعد إرسال أسماء الأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية كلام كثير كان بتقالي الفترة الأخيرة أصل فيه جوابات اتبعت من الاتحاد الإفريقي أصل لازم تتبعت الأسماء قبل 30 سبتة أصل الموسم في مصر لسه هيستمر لغاية نهاية 7 أول غصص إيه اللي هيحصل بالزبط الفترة الجاية عايز أقول لكم النهاردة بالمناسبة قبل ما أدخل في التفاصيل كان فيه جلسة أو ورشة عمل لترخيص الأندية الاتحاد الإفريقي بعدما عمل جلسة العديد من الاتحادات في العديد من المناطق الجغرافية في القرى الإفريقية طلب من كل اتحاد أن يقعد مع الأندية المعنية عشان يشرح لهم إجراءات الترخيص المتعلقة بالمشاركة في المصابقات الإفريقية أنت عشان تشارك في بطولة إفريقيا لازم تكون نادي محترف عشان تاخد رخصة الأندية المحترف عشان تاخد الرخصة لازم يكون عندك خمس معايير معايير رياضي معايير قانوني معايير مالي معايير إداري معايير البنية التحتية البنية التحتية اللي هي متعلقة بالإنشاءات اللي عندك ملعب التدريب غرفة قطاع الكورة الجهاز الطبي كل الأمور دي متعلقة بالبنية التحتية الخمس معايير دول لو اكتملوا بنسبة 100% تاخد رخصة الأندية المحترفة وتشارك في البطولات الإفريقية وقبل ده تشارك في الدوري الممتاز اللي انت بتلعب فيه ايا كانت مصمياته يطلع بقى دوري محترفين يطلع الدوري الممتاز حسب ما المسمى اللي انت بتسميه ولكن نهارده الورشة مستمرة في مقر الاتحاد الكورة بدأت الساعة 9 لغاية الساعة 3 محمد سيدات المسؤول عن إدارة الترخيص والأندية في الاتحاد الافريق النهارده موجود في الجلسة الافتاحية لورشة العمل وكان حتى الدكتور وليد العطار المدير التنفيذ الاتحاد الكورة كان طلع وصرح بالعديد من التصريحات المتعلقة بالرخصة والكلام اللي احنا عارفونه زي كل سنة لو عليك مستحقات وعليك مديونية مش هتشارك ومش هناخد الرخصة إلا لما تسددها أو تعمل جدولة كل ده بيحصل كل سنة وفيه ناس بتسدد وفيه ناس بتجدول وفيه ناس بتقالها ان هي جدولت وما تعرفش هي جدولت وما جدولتش يعني نفس اللي بيحصل زي كل سنة ولكن السنة دي تحديداً الامر مختلف تبقى لقرار الاتحاد الافريقي ولكن خدوا بقى المفاجأة اولاً احنا النهارده كم ستة؟ بنتكلم في تاريخ ستة يونيو عشرين تلاتة وعشرين يعني النهارده ستة ستة الاتحاد الافريقي ادى مهلة حتى تلاتين ستة لاستكمال ملفات ترخيص الاندية يعني كل نادي كده يبدأ يحضر الورق بتاعه ابتداء من النهارده لغاية يوم تلاتين ستة قبل ممتصف الليل عشان يقدم الملف بتاعه بالخمس معيلي اللي اتكلمت فيهم المعيار القانوني المعيار المالي المعيار الاداري البنية التحتية والمعيار المالي او الرياضي دي الخمس معيلي جهزت الاوراق تمام هترسل الاوراق على سيستم اتعامل الالكتروني مش هتكتب ورقة كده وتخطها في دوسي او تبعاتها في فاكس لا اتعامل منصة على الكاف لها علاقة ترخيص الاندية زي الايميلات كده بتخش تخط على كل بياناتك وكل اوراقك والكاف بيقبلها او بيرفضها حسب صحة الاوراق اللي عندك اخر معادل ارسالها هزي الاوراق يوم تلاتين ستة طيب ماذا لو جي يوم تلاتين ستة وما ارسلتش الاوراق بتاعتك الاتحاد الافريقيا هيدرس كل حالة على حدة بمعنى ان مثلا النادي سين ارسل الاوراق منقوصة من بعض البيانات وعدها تلاتين ستة لو الاتحاد الافريقيا شايف اللي انت تعمت انك تأخر هيستبعدك من المسابقة الافريقية شايف اللي انت عندك ظروف استثنائية هيمدلك عدة ايام ولكن كل يوم تأخير في ميت دولار غرامة كل يوم تأخير في ميت دولار غرامة طيب دي جزئية تانية الجزئية التالتة وهي متعلقة مثلا بموعد ارسال اسماء الاندية ودي بقى المفاجأة اللي اقول لكم عليها تلاتين ستة مالوش علاقة بموعد ارسال اسماء الاندية واللي اتحدى الافريقيا النهاردة في اخطابه قلدى نصا قال ايه؟ نود ان نلفت انتباهكم الا ان الموعد النهائي المحدد لابلاغ قرارات ترخيص النادي الى الكافت المحدد تلاتين يونيو مستقل عن الموعد النهائي المحدد للمشاركة وتسجيل اسماء الاندية واسماء اللاعبين للمشاركة في مسابقتين دور الابطال والكونفيدرالي ايه بالتالي تلاتين ستة دا دا ما عاد مستقل بارسال اسماء بارسال ملافات الترخيص امتى يتم ارسال اسماء الاندية؟ لسه لم يتحدد حتى الان الكاف لم يحدد موعد ارسال اسماء الاندية واكد في اخطابه النهاردة على هذا النص قال معاد تلاتين ستة دا ما عاد خاص بارسال ملافات الترخيص ولكن ملوش علاقة بمعاد ارسال اسماء الاندية او حتى قيد اللاعبين وده معناه ايه؟ ان الكاف لغاية دلوقتي محددش مثلا يعني على سبيل المثال الاتحاد المصري يبعث اسماء الاندية لمشاركة امتى؟ يعني هلنهاردة بنتكلم في ستة ستة الدور مستمر لغاية سبعة بعندكش مشكلة واضح كده وده بقى مش رسمي يعني ده مش في الخطوات الرسمية الرسمي بقولكه رسمي المعلومات والمصادر بقولكه المعلومات والمصادر المصادر بتقول ان اخر معاد غالبا هيكون في النصف التاني من شهر سبعة يعني من فترة من 15 سبعة لتلاتين سبعة ده المعاد اللي انت ممكن ترسل فيه اسماء الاندية وبالتالي لو انت تحددت ترتيب الدوي بشكل نهائي والدوري خلص ابعت الاسماء بشكل طبقا للترتيب لو انت مصنف من اعلى 12 دولة في التصنيف الافريقي عندك اربع اندية اتنين دورة ابطال اتنين كونفدرالية بعد التصنيف الاثنشر نادي هنا ونادي هنا بس طيب ما خلصتش الدورة هتعمل ايه بص بقى الاتحاد الافريقي آيل ايه في حال كان ممثل النادي النهائيون للموسم الافريقي المقبل عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين غير معروفين بحلول تلاتين ستة بسبب عدم اكمال الدوري او حتى الكاس لا يزال يتعين على الاتحاد ان يقدم للكاف قرارات الترخيص يعني كده كده الدوري مخلص ومشعارف اسمال اندية ابعت ملفات الترخيص هتجي تقولي تبقى انا اتحاد انا مشعارف اسمال اندية لها تشارك هابعت ترخيص مين بصوا قال لكم ايه بقى يجب على الاتحاد دعوة جميع الاندية التي لديها فرصة التأهل الى مسابقات افريقيا يعني اي نادي عنده فرصة التأهل لمسابقات افريقيا والدوري لسه ما انتهاش يبعد بناء على الجدارة الرياضية الجدارة الرياضية لها بناء على ايه الدوري الاول مثلا يعني الدوري لسه مكمل لغاية اخر السبعة والكاف جي مثلا بكرة وبعد بكرة قال لك يبعد الاسماء خمساشر سبعة وانت لسه ما خلصتش لو جي خمساشر سبعة وانت مش عارف الترتيب النهائي ابعت له بناء على الجدارة الرياضية اللي هو الربط قالت الدوري الاول اللي هو اهلي بيرامدز دوري ابطال فيوتشر والزمالك كأس كونفدرالية ده الترتيب بتاع الجدارة الرياضية فدي كان الجزئية مهمة جدا بموعيد المصابقات عشان ترسل أسماء الأندية قالك تاني عند الانتهاء من المصابقات المحلية اللي هي الدور والكاس وتحديد للممثلين اللي هيشاركوا في دور الأبطال والكاس الكونفدرالية يجب على الاتحاد هنا لما يبعد أسماء الأندية أو ملفات الأندية اللي ليه علاقة بالترخيص تكون هي الأندية المتصدرة من المركز الأول للرابع ما تجيب ليش بقى نادي في المركز الخامس والسادس طلب الأسماء عندك واضحة ومعروفة ابعتلي ملفات الأندية المركز الأول للمركز الرابع طيب الدور لسه عندك ما توضحش ابعتلي بناع على الجدارة الرياضية اللي هي ملفات الرخص لكن الأسماء النهائية اللي هيتم إرسالها لسه الكاف محددش إمتى تبعت الأسماء وبالتالي لسه محددش كمان موعيد قيد اللاعبين إمتى كل دا يحصل مطش النهائي يوم الحد اللي جاي يخلص مطش النهائي واخلال أسبوع هيتم إرسال كل التفاصيل المتعلقة بأسماء الأندية وموعيد قيد اللاعبين حاجة تانية كمان الاتحاد الأفريقي يأكد عليها أي مدير فني هيكون موجود مع أي نادي في دورة أبطال إفريقيا أو في كاس الكونفدرالية لازم يكون حاصل على الرخصة البرو رخصة المحترفين الرخصة التدريبية أو على الأقل الرخصة إيه لو أي مدير فني مش معاه الرخصة البرو ولا الإيه مش هيقض على ذكة البودلاء طيب المساعد المدارب المساعد لازم يكون معاه الرخصة بي على الأقل الرخصة بي طيب دي حاجة تانية الحاجة التالتة بقى ودي المفاجأة ودي أنا بعلانها النهاردة من خلالكم وأول مرة تسمعها من خلال شاشة قناة الأهل ما فيش أي برنامج في مصر يتكلم فيها الاتحاد الأفريقي قال أي نادي هيشارك في دور أبطال أفريقيا أو كاسي الكونفدرالية السنة الجاية وما عندوش فريق كرة نسائية لن يسمح له بالمشاركة شرط أساسي لقبول أوراق الأندية اللي هتلعب في دور الأبطال وكاسي الكونفدرالية إن يكون عنده فريق كرة نسائية بيشارك في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد المحلية في موسم 20-23-2024 يعني قبل 30-6 لازم يكون عندك فريق كرة نسائية يلعب بقى في فريق الناشئين يلعب في فريق الشباب يلعب في الدور الدرجة الأولى أو الدرجة الرابعة ما عندهمش مشكلة بس يكون عندك فريق كرة نسائية بيطابق أو مطابق للمواصفات اللي عايزها الكافة أيا كان اسم النادي لو ما عندوش فريق كرة نسائية لن يسمح لو بالمشاركة في دور الأبطال إفريقيا حتى لو تصنيعها في أفريقيا 1-2-3-4 ده قرار نهائي تم اتخاذه رسمين وتم إرساله للأندية خلال 48 ساعة الماضية دي كانت نقاط مهمة جدا عايز أشرحها لحضراتكم في ظل عارف في كلام كتير على السوشيال ميديا في إرسال أسماء الأندية تطلب التعجيل أصلي فيه نادي ممكن يقرب يبقى تاني أصلي فيه 36 أصلي ممكن نستنى ل7 أنا بقول لكم الكلام ده رسمي قبل حتى اتحاد الكرة ما يعلنوا سواء النهاردة أو حتى بكرة